أجيال الحاسوب في هذا الفيديو سوف نتعرف على أجيال الحاسوب وتطورها وخصائص ومميزات كل جيل إينياك هو أول جهاز حاسوب إلكتروني بالكامل حيث اكتمل بنائه عام 1946 ميلادي وقد استخدم في تكوينه 18 ألف أنبوبة تفريق فاكيوم تيوبس قبل ذلك كانت أجهزة الحاسب عبارة عن أجهزة ميكانيكية مثل جهاز مارك وان والذي تم بنائه كجهد مشترك بين البحرية الأمريكية وشركة آي بي إم وتم تنفيذه كمشروع في جامعة هارفرد بعدها بدأت تظهر أجيال الحاسوب ففي الفترة ما بين 1950 إلى عام 1959 ميلادية ظهر أول جيل حيث تميزت أجهزته بالحجم الكبير نتيجة استخدام أنابيب التفريغ في تكوينه وبالتالي تصدر حرارة كبيرة تحتاج إلى تبريد ومما لا شك فيه أن تلك الأجهزة كانت تستخدم من قبل المتخصصين في الشركات الكبرى فقط الجيل الثاني في الفترة ما بين 1959 إلى 1965 ميلادية تم استخدام الترانزيستور بدلاً من أنابيب التفريغ مما ساهم في التقليل من حجم أجهزة الحاسوب وكذلك في تكلفة إنتاجها الأمر الذي مكن الشركات المتوسطة والصغيرة من امتلاك الحاسوب كما تمكن المختصون من برمجته بلغتي فورترين وكابل الجيل الثالث من عام 1965 حتى 1975 ميلادي تميز هذا الجيل باستخدام الدوائر المتكاملة Integrated Circuit وبالتالي أصبح الحاسوب أصغر حجم مما سبق وأقل تكلفة كما ظهرت الحزم البرمجية الجاهزة وبالتالي ظهرت الشركات المتخصصة في البرمجيات الجيل الرابع من عام 1975 وحتى عام 1985 ميلادي ببداية ظهور أجهزة الحاسوب الدقيقة Micro Computer بدأ الجيل الرابع حيث سمح التقدم في مجال الإلكترونيات من تركيب مكونات الحاسوب جميعها على لوحة إلكترونية واحدة كما بدأت شبكات الحاسوب في الظهور الجيل الخامس من عام 1985 ميلادي وحتى الآن حيث ظهور آلات الحاسوب المحمولة والحاسوب بحجم الكف كما تميز الجيل بالتحسن الكبير في القدرة التخزينية وظهور الوسائط المتعددة والواقع التخيلي في هذا الفيديو قد تعرفنا على أول جهاز حاسوب إلكتروني i-NAC في عام 1946 وأجيال الحاسوب خمس أجيال معروفة بفتراتها الزمنية وهي الجيل الأول من عام 1950 حتى عام 1959 الجيل الثاني من عام 1959 وحتى عام 1965 ميلادي الجيل الثالث من عام 1965 حتى عام 1975 ميلادي الجيل الرابع من عام 1975 وحتى عام 1985 ميلادي الجيل الخامس من عام 1985 وحتى الآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة